نحن نتكلم نهاردة عن تصحيح الإبصار في الدرجات اللي هي مش عالية جدا وإيه هو الفايدة بتاعة تصحيح الإبصار مين اللي هما استحوا لتصحيح الإبصار وده سؤال مهم جدا 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 ومين اللي ما ينفعش ليهم خالص تصحيح الإبصار وإيه المضاعفات المتوقعة وإيه أنواع لتصحيح الإبصار والحاجات الكتير قوي اللي بنسمع عنها دايما ودايما فيه لخبطة في التعامل معها عندنا مشكلة في المنظومة الصحية في مصر مشكلة الحقيقة إن إحنا الضوابط غير محددة ودي مشكلة كبيرة جدا حقيقة يعني لازم وزارة الصحة والنقابة الأطباء تضع لها ضوابط محددة يعني إيه؟ يعني دايما فيه حاجة اسمها policies and procedures إيه policies and procedures دي؟ إنه الله لو مثلا واحد جاي عنده بطنه عنده التهاب حد في مثلا المرارة أو الزايدة أو أي حاجة وماسك بطنه وعمال يرجع وتعبان ومش قادر وحد يجيه حط إيده على بطنه ويلاقيه مش قادر يخليه مستحمل الكلام ده ففيه لو فتحنا الكتاب policies and procedures اللي هي المفروض تبقى طالعة من وزارة الصحة المصرية ومن نقابة الأطباء المعنية المفروض النايب اللي بيستقبله في الاستقبال يعمل 1-2-3-4-5 ويوصل للتشخيص ويعالج التشخيص بـ 1-2-3-4-5 فده الحد الأدنى في التعاملات والحقيقة الإطار اللي بيتحرك فيه الطبيب لازم يبقى واضح لكل الأطراف واضح للجهة العليا الجهة اللي هي المنحة للترخيص اللي هي زارة الصحة وواضحة والدكتوري واضحها المريض ليه؟ لأنه هما بيخرج عند الإطار بتاع الممارسات الطبيعية يبقى هو كده بيرتجل لازم عشان يرتجل ومن غير سند علمي لازم يدي المريض يدي الشخص الموافقة المستنيرة أو معلومات المهمة اللي بتقوله والله أنا هخرج بره الجايدلاينز بره الحدود والإطارات المتعارف عليها في العلاج ده بس خد بالك أن ده قد يحمل مزايا كده وقد يحمل عيوب كذا وكذا وكذا وما نعرفش العيوب بهذه الطريقة اللي أنا بنصح بيها على المدى البيت الحقيقة ده ما بيحصرش في مصر يعني الأسف شديد أن أي حد ممكن يعمل أي حاجة من غير سند علمي قوي ومن غير ما يبقى له مرجعية مهمة ومن غير ما حد يقوله أنت بتعمل كده ليه؟ مين قال لنك تعمل كده؟ ففي بعض المراسات اللي أعتقد أن هي خطيئة تماماً لأنها تحدث بأفكار فردية من بعض الأطباء وهذه الأفكار الفردية غير مدعمة بجامعة تسندها والله ممكن نقول والله أنا عندي الفكرة الفلانية بس هعمل البحث الفلاني على هذه العينة هاخد في واحد اتنين تلاتة اربعة ومش هاخد دولة وحتابع ده على المدى البعيد وحثبت أن هذا يصلح أو لا يصلح لكن عمرها ما بتيجي في إطار فردي وفي إطار غير واضح وإطار منظومة يعني ما فيهاش رقابة خالص غير الضمير المهني اللي ساعت لظروف كتيرة جداً جداً بيكون نايم مش عايزة أقول يكون غايب لأن بصراحة ما ينفعش الأطباء يكون ضمرهم المهني نايم أي غايب لكن ممكن يكون نايم شوية ويصحة بعد كده لما نقول يا جماعة ما ينفعش هذا الكلام الليزك زي ما احنا عارفين هو إجراء بنعمله على سطح القرانية والقرانية دي العدسة الأمامية العين ودي علاية القوة اللي حياتي ربنا خلق قوتها ثابتة العدسة الأمامية العين دي بنحفر عليها بالليزك بالنوع من أنواع الليزر ونبخر الأنسجة ونحفر عليها مقاسة نظارة أو مقاسة العطسة اللسقة اللي هو مقاسة عينينا في الآخر وقد يكون ده طول نظر وقد يكون ده قسر نظر وقد يكون ده حاجة اسمها اللابوارية أو الأستيجماتيزم أو أن الواحد ما بيشوفش كويس في كل الأحوال مش بس في الليل أو بالنهار ما بيشوفش كويس في كل الأحوال فلما بنعمل كده بنخلي الشخص اللي تعرب لهذا الإجراع الجراحي كأنه لابس النظارة وكأنه أشايف باستمرار طول الوقت في بعض الأسئلة المهمة النهاردة هنجاب على حوالي عشر أسئلة دايما بتخطر فيه أذهان يا سادة مشاهدين وأذهان الأشخاص اللي هم جايين يأملوا تصيح الإبصار وعشر أسئلة دي بتقول دايما الليزك عنده دكتور سمعة سيئة أنه هو حيرجع بعد شوية والله أبدا الليزك دلوقتي داخلين في 30 سنة من التسايينيات تقريبا هو حصل الانتروداكشن على مستوى العالم كله ويهي ناس كلها بتستخدم الاجيال من الأجهزة المتطورة المستحدثة الجديدة فبالتالي حصل تطور رهيب في الليزك وده بيدينا دقة في النتيجة لو إحنا بنتحرك في الإطار عادة الهدف أن نعمل عملية مرة واحدة في حياتنا وخلصت على كده ولكن المرة الواحدة دي تعتمد على سن المريض حاجة مهمة لأن الواحد وهو صغير هو بيبي عنده سنتين تلاتة بيكبر شوية ومقاس كتافه بتتغير ومقاس جزمته بتتغير وكمان مقاس عيني بتتغير فبالتالي لو أنا عملت له ليزك عند سنتين تلاتة بيبقى أنا متوقع أن ليزك ده بعد شوية حيروح زائد أن أنا معرفش إيه الضرر أن أنا عملته القرنية هذا الطفل في مرحلة نموها أن أنا قطعت منها وشلت منها بعض الأنسجة وبخرتها فدي رقم واحد رقم اتنين أن أنا لو عملته في إطار الدرجات المعينة نحن لو التزمنا بالإطار بتاع مين اللي ينفع فيهم الليزك وتكون العين سليمة ويكون رسومات القرنية سليمة ويكون الرزق أو نسبة المخاطرة لبروز قرنية بعد كده أو مشاكل قليلة أو منعدمة فبالتالي يتعامل ده عشان يبقى يبقى ماشي طول عمر الشخص سعيد ومبسوط وكل حاجة طب إيه السمعة السيئة؟ طب ليه جات السمعة اللي هي لطة الليزك كده أقول لك والله ده بيرجع تاني يا دكتور لو أنا حركت برى الإطار أو لو أنا من 2-3% اللي أنا ممكن مقاسات نظر تتغير بعد سن العشرين 2-3% فقط من الناس بيحصلهم كده أو لو أنا عديت سن الـ 45 وتحصل تغيرات أخرى في العين تغيرات أخرى في العدسة الداخلية بتاعت العين فبالتالي ده ممكن يغير المقاسات اللي أنا كنت أعملها من عشرين سنة فاتة اللي هو ده تطور طبيعي للسن ما ننوش دعو بالليزك دعو بالسن بتاع الشخص اللي هو مقاسات عينه بتتغير في كل الأحوال ولاحظوا لو والدك مثلا أو الجد أو كده بيلبس نظارة فبتلاقي دايما في استقرار من عشرين سنة إلى أربعين سنة تقريبا النظارة ما بتغيرش خالص تقريبا المقاسات تبقى ربع درجة تلت درجة حاجة بسيطة جدا يعني ما فيش تغيرات خالص في هذه المقاسات إلا بعد الأربعين أو الخمسة وأربعين يحصل بعض التغيرات 2-3% من الأشخاص فقط هم اللي ممكن يحصلهم هذه التغيرات البسيطة أو المؤثرة ودول اللي هم لو عملنا لهم ليزك وإحنا مش عارفين هيحصلهم إيه بعد كده ممكن يتغيروا شوي وقد ونقدر نصلحهم تاني لو إحنا متحرك في خلال الإطار إذن الليزك كما بتعمل بتعمل مرة واحدة في العمر وبنخلص على كده عشان برضو تبقى لأمور واضحة هل الليزك يصلح للأستجماتيزم أو انحراف القرانية أه يصلح الأجهزة الحديثة بتصلح لغاية 6 درجات أستجماتيزم ولكن انت تخيلوا 6 درجات دي حاجة يعني كبيرة جدا وحاجة مؤثرة جدا ده انحراف في سطح القرانية وانبعاك في سطح القرانية بحيث يجعلها غير منتظمة بالمرة ويجعل الشخص اللي عنده الأستجماتيزم بهذه الدرجة يعني نظره فعلا تعبان يا شخص تعيس لأن النظارة ما تدارش تصلحه العدسات اللي هي الرخوة اللي ينا اللي احنا بستخدمها كلنا ما تدارش تصلحه يصلحه فقط العدسات الصلبة والعدسات اللي هي نشفة يعني الحاجة التانية المهمة هل كل شخص يصلح لعمل الليزك زي ما قلت كده للأسف شديد جدا في ممارسات في مصر حقيقة الممارسات دي احنا يعني بنادينها إدانة شديدة أن في بعض الحقيقة يعني الأشخاص اللي هما يعني بيمارسوا طب العيون بيجوا دلوقتي طال عموضة أن احنا بنعمل الليزك للأطفال سنتين وثلاث سنين وخمس سنين وسبع سنين والحقيقة يعني لو في مرجعية بتجرم ده أو بتقول إيه هو السن المناسب للقصة دي فهي منظمة الصحة والأغذية الأمريكية الـ FDA الـ FDA بيقول بصراحة وبوضوح شديد أنه هو لا يصلح لأقل من 18 إلى 20 سنة لا يصلح طيب يبقى إذن الأطفال الصغيرين اللي بنعمل لهم ليزك دي ممارسات خاطئة مدانة من جموع تكاترة العيون في العالم مش في مصر كمان وفي مصر كمان لأن هذه ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان ليه؟ أسباب بسيطة جدا وحتفهموها الطفل في مرحلة نمو فلو عينيه؟ الاتنين عندهم زائد 6 درجات مثلا وعنده حاول والدكتور لقى أن النضارة بتصلح 100% دا من الحاول بس عندنا مشكلة مع الأهل الأم والأب الأم بالذات يا دكتور حيلبس نضارة طب أنا عايزة ألاعون نضارة طب نستغنى على العملية يا جماعة ما ينفعش أنتوا تحمدوا ربنا أن الحاول بتاع ابنكو دا بتصلح بنضارة متنقصة طب الأم لقيت حد سيحر كده رجل كده يعني بيعمل اللي ما عملوش بشر قبل كده وحيقول لها هب تعالي هنعمل ليزك لابنك دا هناخده هننيمه وعلى فكرة مش كل مراكز العيون مجهزة لتخدير الأطفال في الليزك عشان تبعوا عارفين هناخده معرفش هنعمله في ايه بس ينام وحنديله بنجة كل الله أعلم بقى ازاي وحندي أعمله ليزك منصلح النظر الستة درجات دول أو التمن درجات أسر نظر وحديك الوقت زي الفل مش هتحتاج تلبسيه حاجة تانية أبدا طبعا الحقيقة يعني كتير من الأهالي بيهمهم المظهر جدا بالذات في الأطفال وحنا دايما بقول لهم يا جماعة العين معمولة عشان حكتين في الأطفال بالذات عشان تشوف وعشان يبقى شكلها حلو لكن لو شكلها حلو من غير ما تشوف يبقى احنا كسبنا أكيد لا فالمعادلة دي معادلة حساسة جدا وربنا خلائها متوازنة لو احنا تدخلنا وغيرنا أو لعبنا فيها يبقى القرانية اللي أنا شلت منها الله أعلم قد إيه من النسجها في طفل متغير عينه حتتغير وأنسكته حتنشف شوية وجسمه حيكبر ومقاس ضهكتافه حتتغير ومقاس رأجمجمته حتتغير يبقى أنا على المدى البعيد عشرين سنة وخمستاشر سنة لما بقى الطفل عنده ثلاث سنين ده عنده تمنتاشر سنة أبقى أنا أزيته أدي إيه لو حدي فيكو اللي بيعمل ليزك في الأطفال يعرف يرد علي يرد علي يعني قولاً وحيداً يقول لي أنا عندي طفل عملت له ليزك كان عنده سنتين والوقت العيل ده عنده عشرين سنة أنا شفت بقى المشاكل دي شفت الأطفال اللي عندهم شهور لسنين قليلة عملوا ليزك وجولي بعد كده ببروس في القرانية ويضعف في الإبصار وكسل وظيفي رهيب لا يستقيم معه الأمر غير أنه حنغير له القرانية في الطفل اللي هي نسبة الرفض فيها أصلاً عالية لو أنا عملت له زرع قرانية في هذا الطفل ذاته ف يعني أرجوكو ما تستسهلوش اللي رايحك كان في بعض الممارسات الأخرى الخطيئة الخلايا الجزعية اللي تتحقن في العين ما أنزل الله بها من سلطان غير في مصر عندنا هنا للأسف شديد جداً وبنروح وإحنا يعني كلنا أمل حاجة بصراحة أنا يعني إيه يعني برضو يعني ما ينفعش يا جماعة نهزر في صحتنا ما ينفعش نهزر نهزر في صحتنا ما ينفعش نهزر في عينينا وما ينفعش نهزر في عينين طفلنا وما ينفعش يسمح بحد يجرب فيها بحاجة غير متعارف عليها ترجمة نانسي قنقر